يعني ما نشتهد أمام قبال النص يعني يكون نص دستوري تشتهد قبالي راح تطالبوها يعني سمح كم الاتحادي إذا قلت لكم مشيت عمي والله العظيم هسا غير المحكم الاتحادي تقرر عودة الكتلة الصدرية الله يشهد ولا واحد يعترض بالإطار أحسن ما نصي هذا النوم أصلا فرج هاي الهوم مقضيت فرج كم قضيت فرج لا لا أطلاقا حاودة التيار الصدري للبرلمون فرج الكم لا أطلاقا لا هسا أكو قانون اليوم إحنا لو نلتزم بالقانون والدستور لكن واحد كيف ليش فرج لهم لأنهم اليوم في زاوية حرجة وضيقة جدا أطلاقا مو في زاوية حرجة ساعة تقولها بس احنا كمن الخارج نشوفه سيد يعني يجوز رأيك هذا رأيك لا مرأي رأي الجميع رأيك ورأيك محترم يعني السيد تفضل حتى أجاوبة بعجالة يقول هناك قوتين قوة تريد أن تبقي الوضع كما هو موجود يعني قبل سنوات وقوة تريد تغير زين هسا أنا ما أعرف يعني القوة التي تريد تغير هم الأخوة في التيار الصدري أم غيرهم إذا الأخوة في التيار الصدري اللي يجون يغيرون فهم كانوا قادرين على هذا التغيير إحنا التغيير شون نريد نغير يعني لو نشتغل بمؤسسات الدولة وبالقانون لو نقول كل واحد بكيفة يبرز عضلات اليوم وينزل بالشارع يقول لنا نريد أغير يعني الذهاب إلى حل البرلمان من دون الاتفاق على القوانين والطريقة التي ستدار بها الدولة وتشكيل حكومة جديدة وتغيير قانون انتخابات ووجود مفوضية جديدة أنا أشوف أن الأدوات التي تشتغل بها يطلع لك نفس النتائج فشون يتغير يعني طريقة التغيير اللي اطراحها يعني تيار الصدري الآن طارحها شنو حل البرلمان فقط وراها شنو من اللي راح يخصص الأموال الحكومة تجي تقدر كيفها وتسوي أموال للقانون شلون وأغلب القوة اليوم الموجودة بالخصوص القوة النامية يعني هساعدنا مثلا أحزاب تشرين اللي يجت هذا القانون يخدمها؟ أنا شوف ما يخدمه بقانون اللي يفصل وتفسار المفوضية اللي القرار سيدنا ندافعون عن تشرين لا 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 لسأنا أقول الأحزاب الصغيرة لا والله مشوفت قبلك يعني تعليقات يعني ما تدافع عن تشرين لا مهمون بحظ أنه أدافع عن تشرين وما دافع عنه أنا جاي أحكي عن قانون انتخابي نحن اليوم لا عليش مظلم أقول لك سيدنا آسفين صرت تتابع بين اللي يفين واحد يردب وحدك بس الأحزاب الصغيرة زين اللي جديدة مشاركة بالعملية السياسية من ضمنهم حركة عصابي للحق صادقون زين احنا هذا القانون مثلا هستاذارين نجي نناقش حتى ما اضرب مثل على الاخوة الاخرين يقدمنا هذا القانون لغيره احنا منحقنا انه نبحث عن مصلحاتنا كاجزب وكل الاحزاب منحقها تبحث عن هذا الامور